أقول لك هو والعيال أفين هو والعيال؟ أنت حسان يا أختي هو والعيال طيب والعيال كويسين؟ كويسين وبخير كمان الحمد رافية ست لا، رافية فاطمة نعم استنى عشان أعايز أجي حانان نطلع يشوف يفوق الضيفة عايزة حاجة ولا لأ وما ترجعيش هنا لما ندهلك حاضر حانان كانت قالت لي مرة أن أنت عايزة تشتغلي إيه رأيك تشتغلي عندي لا يا ست الكلام ديه كان زمان لكن دلوقتي أنا مش عايزة أشتغل خالص هو أنت صح يا فاطمة اتطلقتي من أبو العلا ما تأخذنيش يعني يا ست في دي الكلمة بس أنت يعني يهمك في إيه؟ يا بيت تتكلمي ها؟ العمدة عدمين مش كده؟ فطك بعافية استني هنا يا بيت محدش هيرف مصلحتك قدي أنت اللي بيحصل لك ده يا فاطمة هحصل لها بالكده تقصدي إيه يا ست؟ هو أنت نسيت أن أنا قولتلك ليدفشت من البلد ورجعت لها تاني نسيت ولا يا فاطمة؟ بس أنا غيرك غيرك يا ست أنت مش فهم حاجة يا فاطمة ولا عمرك هتفهمي بس يا حبيبتي لو مفهمتيش هتخسر كتير قوي وتتعب كتير قوي أنت عايزة تفهميني أنك بتحبيني وخيف على مصلحتي وكده؟ عايزة الحق؟ أنا كنت بكرعك لحد مبارع لحد ما عرفت أن أنت اتطلقت من أبو العلا آه أصلاً يا فاطمة بحب أبو العلا من زمان وكدت مستخسرة فيك بس خلاص بعد ما سبتي ما عادش فيه لزومك رايك كده؟ عني عينك؟ يا عينك القوية طب ما أنت يا بيتة العمدة بيحبك بس أنا بقى ما عملت إزاي العمدة عارفة ليه؟ ليه؟ عشان جربت الظلم ما بحبش أصلي محد لما هو باين باين وأنا مش قلتلك أنها ما بأخدش حاجة بالغزم واللي بيمشي علنا رسمه ولو بيبقى بمزاجه هو ده بقى الفرح ما بنوع بين العمدة لا أنا يا فاطمة جايبكي هنا عشان أقول لك كلمتيني وحوقي طي يا فاطمة بالنسبة على العمدة أنا أزوع هتمطيفي في يوم من الأيام العمدة يا بيتة متجنن عليك ومن شعط بس أنت استعصيته وقلت لأ يا دعا بس يوم ما تبقي في إيده وطحت طوعه هايبقى خلاص محدش يليكي لازمة عنده الناس اللي بتشتمك عشان سيبتي يا بولعيلة واللي بتلعنا بولعيلة وبتقول عليه مش راجل بكرة لما تتجوز اللي عمدة محدش هيستجرى يجيب سرتك عارفة ليه؟ عشان هتبقي مرات العمدة الإيد القوية اللي بتقطع لسان أي حد يجيب سرتها أو يتكلم عليها كلمة أو يجيب سرت بيته أو مراته وساعتها يا فاطمة هتقلعي مداسك وتضرابي أكبر راس فيك يا كفر ومحدش أبداً هيستجرى يرفع حينو فيكي يا مرات العمدة يا فاطمة بس أنا لا يمكن أعمل كده أبداً ناس البلد دول لو كانوا أهل ورجالة بصحيح كانت البلد تتقلب لما العمدة يطلق واحدة من جوزها ويتجوزها هو تتوقع أيوة شفت وعرفت ولسه هتشوفي يا حبابتي بقولك يا فاطمة أنا عاملة نادر النهاردة تعلي يا حبيبتي عشان تشوفي بعنيكي اللي بيحرك البلد دي ونسحة وإلي بيخليهم يتكلموا وإلي بيخليهم يدخل صوبوا تقدر يتمشي يا فاطمة تقدر يتمشي يا فاطمة صلاة النبي أحسن من دي؟ دي بيبت غلبانة وفقيرة من البلد غلبانة من يا هبلة؟ دي بسبوسة وهريسة وسامنة بلدي لا لا شي اللي في دماغتها خالص اللي بيتها متجوزها ومخلافها يا خسارة بقولي كي ملاهاش إخوات بنات روحي هنا أنا عمل إنا قهوة بقيس الأرض زي ما انت شايف يا عتمان إيزبت يا جدح التوهو تخش بمكانك ولا حارك تشوها قبلك ان انت وقف أرضي ولا إيه؟ أرضك تقصد أرض أبويا وأبوك يا عتمان إيه إيه؟ احنا مش هنخلص بقى من الموال دي؟ يبقى تجيب الأوراق اللي بتقول إن أبويا كتب لك القار وساعتها يا سيدي هاخدم مع الفلاحين لك لخطر أخوي والله أطلع لك لسانه وبايب بتعرفت الكلب ماشي يا خوة سهل بكرة أجيب لك الأوراق تتفرج عليها وتتملّى منها وتقراها كمان واخدها لك لما أتأكد كمان إن هي مظبوط وما فيهاش لنقصة ولا لعب انت قد تجننت؟ بتشكك في زمتي؟ قصدك تقولي يعني إن أنا زورت الوراق عشان أكون حقك؟ افهم زي ما تفهم بس أنا من حق أعرف إن كان أبويا كتب لك الأرض صح ولا لا؟ وبعدين يعني أنت إه اللي يخليك قلقان إذا كان هو كتب لك الأرض ساعتها بقى يا سيدي أنا اللي هبقى معيوب وإنت الرجل الشريف الكريم إنت يا غفير كامل قوموا لقلبك يا عم توقف هنا تعمر البندقية وتستعد لترقيد أي جتة وتوقف على رأس الأرض هنا أي حد شوف كلمة أي حد دي مهما كان هو مين أي حد يهوى بنحية الأرض دي تحزره مرة والتانية التالتة تحزره الرابعة وبعدين تضرب في المليان على طول تضرب ميري وأميري يبقى القانون والميري بيننا بقى يا عتمان أنا قانون يا أخوي ياكش تكون فكر إن الموضوع كده خالص شوقت الغفر دولة تخوف بيهم أي حد تاني في الكاف ولا تشتري المندوق اللي زميت أوسع من زميتك أنا خلاص عزمت أخد حقي وهاخده يا عتمان ما تتقي شر أحسن يا علوان شرك ما خلاص لطني ولا يكش تكون ناسي حق إيه وديك خده وهبتي قدام الناس راحت من ساعة ما كفك علم على وشي فاضل إيه تاني بقى من شرك يا عتمان شوف يا علوان أهو أنت أخويا بن أم وأبويا صحيح لكن إنت ما تعرفش أيوتها حاجة عن شرش أنا يا واد ممكن أعمل معاك حاجات عمرها ما تيجي في خيالك ولا دماغك تتصورها رب عيالك أحسن يا علوان أنا ما حبش وجع الدماغ كل ساعة والتاني وأني ما حبش حد يميت ديده على حاجة تخصيني وأني اللي يعمل علي نفر أدفنه مكانه حتى لو كان أبوي فهمني يا علوان أنا خلاص ابتدت يا عتمان وأكمل